طيب في بعض الناس برضو يعني حريك عارف تداول الأخبار بين الناس وبعضها اللي مش متخصصين فتبوص تلاقي مثلا حد يقول إيه لا أنا معملش زراعة لحسن دي يعني زي فورين بادي أو جسم غريب فممكن إنه هو يؤدي إلى أورام أو مثلا ممكن يعمل مخاطر أو يعني عدوى أو حاجات زي كده إيه مخاطر هل ده حقيقي أولا وهل فيه أي مخاطر لزراعة الأسنان كلام ده كله غلط مية في المية لسبب واحد بسيط جدا الزرعة معمولة من إيه مبدأين الزرعة معمولة من مادة تايتينيوم دي مادة خاملة ما بتتفاعلش مع الجسم خالص مهما عادت المواد الخاملة دي لها ما بتحسش الجسم على إن هو يعمل يتفاعل ما بينها ما بين الجسم بالعكس دي بتلتائم مع الجسم دي بتلتائم مع الجسم الجسم ما يرفضوش ده رقم واحد رقم اتنين إن هو يعمل أي مشكلة لا الكلام ده غير موجود لا فيه أورام بقى ولا إن هي بتزود الفرصة للإصابة بالعدوى أو التامات أو كلام ولا أي حاجة دي اللي ما يعرفش الزرعة اللي ما درسش الزرعة أو ما يعرفش الزرعة الطبيعي لازم هتليب يقول كده زي أي حاجة جديدة نازلة لازم يقولك لا ده دي دي وحشة دي بتعمل لازم يبقى فيه كده رهبة من الحاجة اللي مش معروفة لكن لا بالعكس الزرعة أحسن حاجة موجودة في الأسنان لأن هي بتحل مشاكل كتير زمان ما كناش نقدر نحلها طيب الخامة أو المادة اللي بتعمل منها الكراون اللي هو بتحط على الزرعة إيه هي المواد المستخدمة دلوقتي؟ يا زيركونيوم يا بورسلان يا إيماكس زيركونيوم وبورسلان وإيماكس إيه الفرق بين التلاتة؟ الحاجة بتعمل إيه؟ إمتى؟ البورسلان ده من جوه معدن وعلي من بره بورسلان ده العادي الزيركونيوم ده مفوش معدن خالص والإيماكس مفوش معدن خالص إيه الفرق بينهم؟ اللي اتنين زي بعض بس الفرق بينهم حاجة واحد إن الإيماكس كمنظر الزيركونيوم منظر جمالي عالي جدا الإيماكس أعلى منه لأن نسبة شفافيته أعلى من الزيركونيوم يعني الأسنان الطبيعية بتبقى فيها نسبة شفافية ما هياش مصمطة ما هياش أوبيك لا هي فيها نسبة شفافية الإيماكس نفس الفكرة زي الأسنان الطبيعي فيها نسبة شفافية فدايما الإيماكس بنستعمله في الوجهة في الأسنان الأمامية الزيركونيوم بنستعمله في الأسنان الخلفية نسبة صلاحك أقوى أقوى شويتين من البورسلان ومن الإيمكس الإيمكس واللي يعتبره زي بعض لا مش زي بعض بس يعتبره زي بعض يعني الإيمكس أهلا من البورسلان العادي ممكن تستخدم كذا مادة علشان كذا زرعة يعني مش لازم كله يبقى زي بعض لا يعني لو أنا عندي كوبري كامل هيتعمل ممكن يتعمل كله إيمكس أو يتعمل كله زيركونيا متفرش لكن لو أنا عندي عدد زرعات جنب بعض وكل واحدة هتبقى لوحدها مش معمولين على شكل كبري لا اللي في الوجه هيتعملوا إيمكس والورا هيتعملوا زيركونيا ليه؟ كبانزر جمالي أهلا فابتبع شكلا أحلى بكتير من الزيركونيا طيب هل في نصايح معينة مثلا لأي شخص بيعمل زراعة أو حتى الشخص العادي إيه هي النصايح بتاعت حضرتك علشان الناس تحافظ على أسنانها أو تحافظ على أي زرعة عملتها في الفك بحيث أن هي ما يحصلهاش بقى مضاعفات أو تفشل الزراعة نصايحة مثلا رقم واحد لو واحد عنده سنة مفقودة لازم يركبها ليه؟ أي أن كان هيركبها زرع أو كبري لازم تتركب مع أن الزرع أفضل من كبري ليه؟ لأنه لو ما ركبهاش الأسنان الطبيعة هتتحرك هتوجد فرصة أن في أكل يتحشر هدخلت في فرصة أن أنت يبقى في تسويس ده رقم واحد رقم اتنين غسيل الأسنان ده مهم جدا 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 يمكن ناس كتير دلوقتي بقت تهمل غسيل الأسنان للأسف في كتير بالذات الجيل الجديد كله كل الشباب الصغير ما بيهتمش بديه خلص غسيل الأسنان يعني إيه؟ يعني الفرشة بتتحرك من الليسة للسنة في التجاه واحد فك الفؤاني الوحد والفك التحتاني الوحد يعني مش من الجنبين مش كده زي ما في ناس كتير ومش من بره بس ده من بره ومن جوه يعني في ناس بتغسل من بره بس الفيس الخلفي أو الوجه الخلفي من جوه ده لازم ومن فوق أهم مرتين هون مفروض لو هنتكلم صح بعد كل وجبة وصبح وبالليل يعني خمس مرات في اليوم عمليا هتلاقي تشبه مستحيلة يعني نقول مثلا الحد الأدنى أهم مرتين الصبح وليل بالليل قبل ما ينام والصبح أول ما يصعر ده أهم مرتين لكن لو هنتكلم الصح مية في المية لا مفروض بعد كل وجبة والصبح وبالليل لو أكل عشر مرات في اليوم بيغسل سنانه عشر مرات وفي نفس الوقت البعد أي أكل لو هو دلوقتي خلاص ما بيغسل شهر صبح وبالليل بعد كل أكله لو في أكل محشور لازم يشيله بالدينتال فلوس أو بالتوسبيك الخلط الطبي أو التوسبيك الخلط الأسنان ما يديش فرصة أن يفضل أكل محشور ما بين سنانه يقول أن هارجع بالليل أخسل سنانه لا ده هو كده بيدي فرصة أن السنان تساوز يعني استخدام الخلط الطبي دلوقتي بقى مهم جدا ليه عشان ما يسمحش أن يبقى في حاجة محشورة ما بين السنان ممكن تستخدم حتى لو الأسنان يعني لزق بعضها خالص الخلط الطبي هيدخل ما بين السنان في حاجات جديدة لوقتي الخلط بدل ما يمسك الخلط بإيده وفيه خلط نازل جاهز شكله هو جاهز دي أسهل كتير لليستخدام الخلط آه عرفها ليه بتبقى بلاستيكة كده وفيها خط خلط النص دي أسهل منه يستخدم الخلط العادي فيه ناس كتير تقول لك لا أنا معرفش أستخدمه فدي بتسهل عليه يبقى احنا نستخدم الخلط الطبي وغسيل الأسنان على الأقل مرتين مرة صبح ومرة بالليل وزي ما حريك قلت الصح خمس مرات لو يقدر ينفزه يبقى حلو مش هيدر يبقى صبح وبالليل وفي نفس الوقت لأكل المخشون ما بين السنان ولو عنده حاجة مفقودة لازم تتركب دي أهم حاجة ويروح للدكتور إمتى يعني لو هو لقى إيه عنده مشكلة لو حاسب بأي واجه حاجة حتى لو بسيط يقول لك ده حاجة بسيطة مش هروح لا لو حاسب يقول لك ده أنا فيه لسه بتجيب دم أو أي وانا بخسل السنان لا يروح الطبيعي المفروض يروح ما بين ست شهور لسنة يعني يما كل ست شهور يروح لدكتور الأسنان يما كل سنة كمتابعة يعني ككشف تشيك أب دوري يا ست شهور يا سنة بس لو ما بيعملش كده أي حاجة بسيطة يبدأ يلاحظها أو يحس بيها لازم يروح مباشرة للدكتور عشان يشوف إيه اللي حصل عشان يقدر يلحقه في أوله لأنه لو ما لحقوش في أوله هيخشه في مشاكل بعد كده يعني نحن دايما نحبين أن نحن نوصل فكرة أنه يعني لو حد تكاسل شوية أنه هو لقى عنده عرض بسيط أو حاجة وقال لا أنا أسيبه أو أهمله ده ممكن بعد كده يكلفه كتير وقته ومجهود وفلوس أكتر من لو راح في المراحل المبكرة يعني لو بدأ تسويس بسيط وسابه وهو أيه لك ده وجع بسيط ما فيهوش مشكلة هيوصل بعد كده أنه دخل هيوصل بعد كده دخل في حشو عصب هيعمل حشو عصب ولو تنش واحد مساكنات وتطنش هيوصل لمحالة لدرس الكسر يبقى الدرس الكسر يبقى كده هيتشال يتشال يبقى ما هيركب كوبري يبقى ما هيركب زرع كل ما يلحقه في الأول كل ما يكون أفضل ما يسيبه ويوصل مرحلة متأخرة كده فدي لازم المتابعة الدورية يلحقه وأي حاجة يحس بيها دي مهمة جدا أنه هو يحس بأي حاجة مهما كانت يروح يشال يلحقها لأنه يلحقها في الأول أحسن بكتير منسيبه مشكلة تكبر